أهلا بكم من جديد وللوقوف على أخير المستجدات على الساحة الأمريكية ينضم إلينا من الخارجية الأمريكية مراسل الحرة خليل بن طويلة من البنتاجون وفاء إجباعي ومن جورجيا محمد الأحسين نصار من فلوريدا معنا ريدا بو شفراء أهلا بكم جميعا نبدأ من آخر التطورات إن كانت هناك بيانات أو تصريحات جديدة من الخارجية الأمريكية معك خليل مرا كل الأنظار متجهة إلى البيان الذي صدر عن الخارجية الأمريكية والذي فصل فيه موضوع زيارة المبعوث الأمريكي لليمن والذي انطلق لتوهي ويبدأ في زيارة تمس أو تشمل عدد من البلدان بما فيها اليمن خصوصا للسعودية الإمارات وعمان المهمة أو الأهم في المهمة أنها بمثابة إطلاق لعملية سلام شامل في اليمن طبعا معروف أن الولايات المتحدة إلى جانب الأمم المتحدة كانت قد توصلت إلى التهدي أنتهت في شهر أكتوبر الثاني من أكتوبر الماضي وأصبح التجديد تلقائي أو تفاوضي إنصحاء التعبير فترة بفترة ولكن في الآونة الأخيرة أصبح لزاما على الولايات المتحدة أن تحرك مسار السلام بطريقة أفضل لأن هناك الكثير من أمور أو هناك الكثير من الصدمات التي بدأت توحي بأنها ستذهب باليمن مجددا إلى نزاع أو إلى مواجهة عسكرية إلى حد الآن خلفت ربع مليون قتيل المبعوث الأمريكي يذهب لأجل أيضا جمع مبلغ من المال يقدر بـ 22 مليون دولار جزء كبير منها قدمته الولايات المتحدة إلى جانب الـ 120 مليون دولار الأولى لماذا للمساعدة في إنهاء أزمة الناقلة صافر التي كانت بداخلها مليون ونصف المليون برميل من النفط الذي بدأ يتسرب وكذا يؤدي إلى أزمة أكبر من أزمة 1989 في ألسكا بحوالي ثلاث مرات بمعنى كارثة بيئوية ضخمة جدا ولكن جمع الأموال التي وصلت ما كانت الأمم المتحدة إلى جنب الولايات المتحدة من إفراغ هذه الناقلة التي كانت مرهونة أو مرتهنة من قبل الحوثيين الذين لم يسمحوا باستمرار تجارة النفط منذ عدة سنوات انطلاقا من ميناء في الجنوب أو في خليج عدن طبعا هذا إلى جانب نقاشات أخرى تتعلق بالسعودية إلى جانب عمان ولكن ثمت تركيز كبير على مسألة اليمن لأجل إعادة الأمل في عودة السلام بشكل دائم وأوسع أنتقل إلى البنتاجون مع وفاء إجباعي وفاء نتحدث عن مساعدات عسكرية جديدة تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا هل من تفاصيل بخصوصها؟ نعم بالفعل حزمة مساعدات جديدة أعلنها البنتاجون اليوم لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار هذه الحزمة ستسحب مباشرة من مخزون وزارة الدفاع وتشمل بشكل أساسي ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت وأيضا لصواريخ هاي مارس فضلا عن قذائف من عيار 155 و105 مليماتر وأيضا ذخائر للأسلحة الصغيرة ومعدات وأجهزة لإزالة الألغام وإزالة العوائق ومركبات وأيضا قطع للغيار والصيانة فضلا عن معدات ميدانية أخرى بحسب المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر فإن المشاورات تتواصل بشكل يومي مع القيادات العسكرية في أوكرانيا من أجل طبعا الوقوف على حاجة الميدان رايدر أكد أيضا أن التدريبات التي تقودها الولايات المتحدة للقوات الأوكرانية لا تزال متواصلة لسيما التدريب على دبابات أبرامز وأيضا أكد رايدر أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتسليم هذه الدبابات لأوكرانيا قبل نهاية هذا العام على العلم بأن التقارير تتحدث عن أن أولى الدبابات سيجري تسليمها في الخريف المقبل أيضا رايدر قال بأن العمل لا يزال جار والجهود متواصلة بين الولايات المتحدة ودول كالدنمارك وهولندا ودول أخرى من أجل الانتهاء من وضع البرامج الخاصة بتدريب القوات الأوكرانية تحديدا الطيرين الأوكرانيين على مقاتلات F-16 ولكن حتى الآن ليس هناك جدول زمني للانتهاء من وضع هذا البرنامج أو حتى موعد للبدء بهذه التدريبات وبطبيعة الحال ليس هناك أي موعد أو صقف زمني لمتى ستبدأ الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى بتسليم أوكرانيا من قاتلات F-16 أنتقل إلى جورجيا مع محمد الحسين نصار يبدو بأن جورجيا هناك تطورات جديدة لكن متعلقة بالرئيس السابق دونالد ترامب نعم اليوم المدعية العامة فاني ويلس الدعية العامة لمقاطعة فلتون جلست مع هيئة المحلفين العليا وصنحت لهم الاتهامات وما أسباب تلك الاتهامات كما استمعت هيئة المحلفين العليا إلى عدد كبير من الشهود ومن المقرر أن تصدر رائحة الاتهامات هذا الأسبوع أيضا الشرطة تحاوط مبنى المحكمة منذ حوالي أسبوع تحسبا لأي أعمال عنف ومنع المواطنين من دخول المحكمة وطلب منهم أن يحضروا الجلسات على الإنترنت أيضا كإجراء أمنهم أنتقل إلى فلوريدا مع مراسلنا هناك ريدا بوشفر ريدا ما هي آخر التطورات والمستجدات لديك؟ نعم طبعا آخر التطورات هو مؤتمر صحفي عقده إطارات وكالة الفضاء الأمريكية بالإضافة إلى مسؤولي هيئة الأرصاد الجوية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية موضوع هذا المؤتمر الصحفي هو الاحتباس الحراري وأيضا درجات الحرارة التي سجلت أرقام قياسية هذه السنة بحيث أنه شهر يونيو كان أكثر شهر كانت فيه درجة الحرارة مرتفعة منذ سنة 1880 نحن نتكلم عن 124 سنة هذا رقم قياسي تم تحطيم رقم قياسي الذي كان قبله هو الذي كان سنة 2019 طبعا مدير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا دق نقوس الخطر تكلم على أن الوكالة التي يرأسها قد رصدت وجمعت كافة الأرقام والمعطايات وكلها تشير إلى أنه من الضروري أن تجد السلطات المعنية حلولا لظاهرة الارتفاع درجات الحرارة واحتباس الحراري تكلم أيضا إطارات هيئة الأرصاد على أنه ظاهرة النينيو وهي ظاهرة معروفة لدى الخبراء في مجال الأرصاد والخبراء أيضا في مجال الملاحة البحرية والتي تعني بأنه درجات المياه في المحيطات هي ترتفع بشكل كبير وارتفاع درجات المياه يؤثر على الحياة داخل المياه ولكن أيضا يؤثر على الأرض وأعطوا مثال على ذلك العاصير التي تضرب ولاية فلوريدا من حين لآخر فهناك إجماع ميرا بأنه من الضروري أن يتدخل السلطات وتضع برامج جادة ومستعجلة لوضع حد من الاحتباس الحراري شكرا جزيلا لكم جميعا من فلوريدا رضابو شفرة من جورجيا محمد الحسين نصار من البنتاجون وفاء إجباعي ومن الخارجية الأمريكية خليل بن طويلا شكرا جزيلا لكم جميعا